تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدين صراحة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والنساء والأطفال من شعبنا العربي في فلسطين وقالوا قام الاحتلال بقصف بربري مجرم على المستشفى المعمداني بقطاع غزة مما أسفر عن استشهاد ما يجاوز الألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال وتؤكد التنسيقية أن استهداف المستشفيات بالقصف يعتبر جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب وما يجري من استهداف ممنهج للأطفال والمدنيين يعد كذلك جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك في ذلك القانون الدولي الإنساني وكافة عهود ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية ويأتي ذلك في ظل صمت المجتمع الدولي حيث صمم المجتمع الدولي الآذان عن صوت القنابل والقتل وأغمض العيون عن دماء الأطفال والنساء والمدنيين ولم يستخدم المجتمع المدني إدانات انتهاج حقوق الإنسان إلا بحسب الهواء أهي صورة قدام حضراتكم أهي صورة بقول لكم لازم تلف العالم لازم تلف العالم لازم الصورة دي تترفع عندنا في نقابة الصحفيين وفي نقابة المعنة التمثيلية وفي نقابة الموسيقيين وفي كل نقابة موجودة في مصر يجب أن ترفع هذه الصورة في كل النقابات العربية مش بس نقابات الصحفيين العربية في كل النقابات العربية يجب أنه هذه الصورة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فإن لم ينشرها فيسبوك انشروها على تيك توك لأنه تيك توك أصله مش غربي فهيسيبها تنتشر خلوا الصورة دي تنتشر على تويتر لأنه الغربي مش حابين المنصة X العالم الغربي مش حابب X مش حابب تويتر مش حابب إيلن موسك خلوا الصورة دي تبقى إدانة واضحة للضمير الإنساني خلوا الصورة دي إدانة واضحة للضمير الغربي الغائب الميت بمزاجه يحيى إن أراد ويموت إن أراد فكله بحسب الهوى خلوا الصورة دي تنتشر على كل المؤسسات على كل المنصات في كل النقابات ابعثوا الصورة دي أقولك حاجة لطيفة طلع الإيميل بتاع كل الجرائد اللي برا بتاع كل القنوات اللي برا سهلة من على الويب سايت بتاعهم وبعث لهم الصورة دي على الإيميل اعمل منشن لكل الجرائد والمؤسسات الإعلامية الغربية وحط لهم الصورة دي على تويتر اكس حط الصورة دي على تيك توك غرق بيها فيسبوك حتى يكف فيسبوك عن التعتيم على الحقيقة قلب الحقيقة قتل الحقيقة